اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حديث مهم جدا نتكلم معه عن القرى المصرية وده خط المدافعين والمدافعين في الفترة الاخيرة والحديث ايضا عن مباراة القمة بين الاهل والزمالك والفقرة الحوارية الاخيرة مع احد مدربي مدربي قطاعات الناشئين في فترات تصابقة كابتن امين نعربي ليباع طويل جدا في العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الاهلي وايضا سبع لي العمل في نادي الجونة والعمل في العديد من الامدي المصرية في فترات سابقة يكون ايضا حديث سري بالتأكيد في نهاية هذه الحلقة من برنامج الاهلي الليلة زي ما قلت لكم النهاردة الفقرة الاخبارية فيها تفاصيل كتير جدا ونلقى الضوء على نقاط محددة بالنسبة للمرحلة القادمة في الدوري العام قبل ما اتحدث عن تدريب النادي الاهلي والاستعداد للمرحلة القادمة يمكن مرة حوالي اسبوع على قرع التدوري ابطال افريقيا اللي اجريت يوم الاربعاء الماضي في احدى الفنادق هنا في مدينة السادس من اكتوبر والشي اللافت للنظر في هذه المناسبة ان دايما عندما يسكر اسم النادي الاهلي في اي محفل قري او اي محفل دولي الجميع بيصفق باسم النادي الاهلي وبيحيي اسم النادي الاهلي بشكل كبير جدا أثناء قرع التدوري ابطال افريقيا ومرحل الكنفترالي الافريقية يمكن كل الحاضرين عندما ذكر اسم النادي الاهلي كأحد الانديال كبيرة اللي شهدت تتويج او شهد النادي الاهلي تتويج بعدد من الارقاب القرية في سنواتها سابقة لا سيما 8 ألقاب دوري أبطال إفريقيا الكل تحدث عن اسم وقيمة وعظمة النادي الأهل في البطولة الإفريقية ولا أخف عليكم سراً يمكن الكل شاهد هذه اللقطات لكن طبعاً كنت متواجد في هذا الحدث بشكل كبير جداً وشفت عن قرب اهتمام المسؤولين في الاتحاد الإفريق واهتمام المسؤولين أيضاً في الأندية الإفريقية اللي هيكونوا مشاركين في مباريات دور المجمعات ودور الستة عشر وإزاي اسم النادي الأهل بالنسبة للجميع بيلقى قبول واحترام من الجميع لدرجة عندما ذكر اسم النادي الأهل كان فيه تسئيف فجامد جداً من كل الحاضرين منجرد بس ما ذكر اسم النادي الأهل فيه البطولة الإفريقية ووجوده في إحدى المجموعات في دوري أبطال إفريقيا فيه كواليس في هذه المناسبة وفي أرعي دوري أبطال إفريقيا يمكن المراتي من المرات القليلة جداً ما بيكونش حاضر كل الأندية اللي بتشارك في البطولة نادي سانداونز كان موجود، نادي الوداد المغربي كان موجود، النجم السحلي، الهلال السوداني، مازينبي الكنغولي معظم أو النسبة 60-70 في المام الأندية اللي عشارك في دوري 16 كانت موجودة لكن غياب ممثل عن التراجي التونسي، ممثل عن الرجاء المغربي، ممثلين عن فريق شبيبة القبال الجزائري لكن المعظم كان موجود لكن في الحوارات الجانبية، وحنا بنتكلم عن بطولة لسه تنطلق إن شاء الله يوم 30 نوفمبر يعني لسه بنتكلم بعد حوالي شهر ونصف 45 يوم، لسه الحديث عن البطولة الإفريقية لكن يجب وإحنا في أثناء هذه المراسم القرعة وممكن مرة عليها إسبوع نذكر هذه التفاصيل لجمهورنا عشان نذكرهم بقيمة ومكانة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية قبل انطلاق البطولة إن شاء الله بعد شهر ونصف وممكن حتى نهاردة كابتن محمود الخطيب أثناء وجوده في التدريب تترك في حديثه مع اللاعبين والجهاز الفني عن المرحلة القادمة ومن أهم المحطات في المرحلة القادمة البطولة الإفريقية لكن حديث نادي الوداد ومندوب محمد طلال عن وجود نادي الأهلي في البطولة الإفريقية ده بالتأكيد بيسر البطولة وبيدي البطولة قوة بشكل كبير جدا عندما تتواجد الأنديال الكبيرة في دور أبطال إفريقيا كل سنة على رأس المجموعات أتكلم عن الوداد، أتكلم عن الأهلي، أتكلم عن المزنبي، أتكلم عن الترجي أهلي البطولة السنأدي stitching بطولة قوي جدا والنادي الأهلي بالتأكيد مع جهاز فني بيقوده السويسري ريني فيلر عنده طموحات كبيرة جدا في هذه البطولة ومحمد طلال بصفته هو المنصق إعلامي وإداري في نادي الوداد تطرق أيضا للحديث عن وجود كمان شعيب شعيب أحد الأفراد الجهاز الفني اللي موجودين فيه النادي الأهلي هو مغربي الأصل والسويسري الجنسية قال حسنا أن النادي الأهلي عنده شخصية فنية ضمن الجهاز الفني بهذا المستوى في القدرات سواء في القدرات الفنية أو حتى في قدرات التحليل الأداء الفني بالنسبة لألفرة قال رغم أن شعيب من الجنود اللي موجودة ضمن الجهاز الفني النادي الأهلي وعنده قدرات فيه السكاوتينج والتحليل الفني وتحليل الأداء لكن النادي الوداد بيفتقد مثل هذه العناصر في المغرب فمن خصة حظ النادي الأهلي وقيمة النادي الأهلي وبيعتمد على التخصص في عمل الأجهزة الفنية وراح كمان في حديثه أن النادي الأهلي بيمتلك جهاز فني قوي جدا والكل في إفريقيا بيتابع النادي الأهل عن كاسب خلال الفترات الأخيرة بالنتاج المتميزة اللي بيحققها النادي الأهل في الدوري المحلي وبالتالي الكل بيتحدث عن النادي الأهل في المرحلة الجاية بشكل مختلف تماما أيضاً كمان التيم مانيجر في نادي سانداونز نادي جنوب إفريقيا هو بيتر انجوفو ده من زمبابوي حالياً هو مدير فريق نادي سانداونز قبل مراسم القلعة كان بيتمنى أن النادي الأهل يكون معاه في المجموعة عشان يبتعد عن النادي الأهل في الدوري النهائية وقال بالتأكيد مباراة الموسم الماضي هتلقي بزلالها عن المباراة القادمة أو البطولة القادمة فبتمنى كنادي سانداونز أن يكون مع النادي الأهل في هذه المجموعة ده قبل مراسم إجراء القرعة يعني لأن النادي الأهل بالتأكيد بداية من دور التمانية عندما يتواجد سانداونز في طريقه هيكون هناك تحدي كبير جداً لدى النادي الأهل في هذه المباراة فبالتالي قبل انطلاق المراسم القرعى الكل كان بتكلم عن النادي الاهلي بفخر كبير جدا عن قيمة وما كانت هذا